السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العزيز الوهاب جعل الجماعة نجاةً والفرقة سبباً للعذاب وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والإتلاف ونهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نرجو وإياه نخاف وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أمر بالتعاون والاجتماع ونهى عن التنافر والنزاع فجمع الله به القلوب وأصلح به الأحوال أمره بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة فقال قل قل يا أيها الناس إني رسول الله وإلى الله تعالى بطاعته والتزام شرعه وحفظ حدوده لتكونوا من المصلحين الفائزين في الدنيا والآخرة تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها وذلك الفوز العظيم وإن من حفظ حدود الله تعالى عدم صرف شيء من العبادات لغير الله قال الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمن كان من أهل التوحيد كان من أهل الهداية وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقال سبحانه مقررا شهادة التوحيد لا إله إلا الله ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجاه له الحكم وإليه ترجعون كما قرر جل وعلا شهادة الرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله محمد رسول الله وقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيه وكان الله بكل شيء عليما هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره وطاعة أمره واجتناب مناهيه وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به وإن مما جاء به صلى الله عليه وسلم إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة فيدفع الغني جزءا يسيرا من ماله مواساة لإخوانه الفقراء وإسهاما في المنافع العامة قال الله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة ومما أمر الله سبحانه به صيام شهر رمضان قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليسم ومما أمر الله به حج بيته الحرام ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه هي أركان الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك حجاج بيت الله الحرام لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا هل بلغت إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فاختلاف اللغات والألوان والأعراض ليس مبرراً للاختلاف والنزاع بل هو آيات من آيات الله بالكون قال الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف والنهي عن التنازع والتفرق والاختلاف قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ولهذا امتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع أصحابه عليه فقال هو الذي أيده بنصره وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وقال الله تعالى ناهياً عن التفرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وذلك أن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقق المصالح وزوال المفاسد وبه يحصل التعاون على البر والتقوى وبه ينصر الحق وإذحر الباطل ويغاض الأعداء وتحبط مساء الحاقدين والمتربصين ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات فسفك الدم الحرام واستحل المال المعصوم وانتُعِكَت الحُرُومات وصعُب على الأمة الرُّقي في حياتها وعسر الالتزام بالطاعات قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكام منه عُضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويد الله مع الجماعة والشيطان مع من فارقها وتعرف ضرورة الاجتماع بما يحصل من آثارٍ مُؤلمةٍ للتفرُّق والاختلاف في الفرد والأسرة والمُجتمع قال الله تعالى وَإِنَّ الَّذِينَ اختَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ومن هنا أقام الشرع الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاون الهدم والتخريب لتمزيق المُجتمع بوضع سياج منيعٍ يمنع من تصدُّع بنيانه وتزعزُع أركانه على مُستوى الأسرة والمُجتمع والوطن بل والعالم أجمع ولهذا أمر الله تعالى المسلمين عند النزاع بالرجوع للكتاب والسنة قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقال تعالى وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كما أمرهم بحسن الخلوق وإحسان التعامل ورحمة بعضهم بعضا قال الله تعالى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظًا القلب لم فضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاولهم في الأمر ورغبهم في أن يتخلقوا بخلق الصبر والصفح عن الأخطاء قال الله تعالى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وقال تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وتحقيقاً لمقصد جمع الكلمة جاءت الشريعة بتوثيق الروابط الاجتماعية والأسرية والإيمانية فأمرت بصلة الأرحام وأوضحت حقوق الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والبنات وأمرت من إحسان إلى القرابات والجيران والمساكين قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِي الْقُرْبَى وَالْجَارِي الْجُنُوبِ وَالصَّحِبِ بِالجَنْبِ وَبِالسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وبالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه وأمرت الشريعة بالتعاون على الخير كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ونهت عن الحذير السيء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزه بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ونهت الشريعة عن الانسياق وراء الإنشاعات والأراجيه التي يقصد منها تفريق الصف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ومن هنا يحذر المؤمنون من الحملات المغرضة بمختلف وسائلها وأساليبها الموجهة لتفريق الكلمة وتأليب بعض المجتمع على بعضه كما جعل الله جل وعلا عدداً من الطاعات تؤدى جماعة كما في اجتماعكم اليوم على صعيد عرفات واجتماعكم بصلاة الجمعة والجماعة ومما يؤدي إلى الاجتماع ما جاءت به الشريعة من التكافل الاجتماعي بدفع الزكاة والنفقات وسن الأوقاف وإخراج الصدقات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ولذا جاءت الشريعة بتذكير المتخاصمين بأخوة بعضهم لبعض والترغيب بالإصلاح عند حصول التخاصم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعلى الأمة أن تربي أبناءها على الاجتماع قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما جاء التأكيد بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر لتحقيق مقصد اجتماع الكلمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ومما يدخل في ذلك تأذيف القلوب عليهم وترغيب الناس في طاعتهم والقيام معهم فيما يصلح أحوال العباد والبلاد والدعاء لهم ولئن كان الاجتماع مأمورا به والتفرق منهيا أنه في جميع المواطن فإن ذلك يتأكد في موسم الحج وموطن الشعائر فيجتنب الحاج أي أمر أو فعل يشغله عن أداء مناسكه بل عليه أن يتفرى لعبادة ربه ويجتنب كل ما يؤثر في طمأنينة إخوانه ضيوف الرحمن فيا معاشر المسلمين فيا معاشر المسلمين ويا من له تأثير اتقوا الله في الأمة بالسعي في جمع كلمتها وإطفاء الفتن وإسكاة دعاتها وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقوله اضرق وقوله صلى الله عليه وسلم وتطاوعا ولا تختلفا وليتق الله المتنازعون بحق الدماء والسعي في تحقيق المصالح امتثالا لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ولا أن تكون تابعا في حق خير من أن تكون متبوعا في باطل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه حجاج بيت الله الحرام بعد أن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة أمر بلالا فأذن ثم أقام فصل الظهر مقصورة الركعتين ثم أقام فصل العصر مقصورة الركعتين كما سنفعل إن شاء الله ثم وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه حتى غرب قرص الشمس ثم ذهب إلى مزدلفة وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالرفق ويقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع فلما وصل مزدلفة صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين جمعا وقصرا وبات بمزدلفة وصل الفجر بها في أول وقتها ثم دع الله إلى أن أسفر ثم ذهب إلى ميناء فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات وذبح هديه وحلق ثم طاف طواف الإفاضة وبقي في ميناء أيام التشريق يذكر الله تعالى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يدعو الله عند الصغرى والوسطى ورخص لأهل الأعذار في ترك المبيت بميناء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذوب مناء إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل وأجاز التعجل في الثاني عشر فلما فرغ من حجه وأراد السفر طاف بالبيت حجاج بيت الله الحرام إنكم في موط شريف وزمان فاضل ترجى فيه مغفرة السيئات وإجابة الدعوات ولذا أفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بحجه ليتفرغ للذكر والدعاء فأثروا من دعاء ربكم لأنفسكم ولمن تحبون ولمن لهم عليكم حق وللمسلمين عامة بأن يصلح الله أحمى أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ولا تنسوا الدعاء لمن أحسن إليكم كما في الحديث ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له وإن ممن أحسن للمسلمين من يقوم بخدمة الحرمين الشريفين ويسهر على راحة ضيوف الرحمن وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومن يعمل معهم ومن يعمل معهم فادعوا الله لهم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللهم كن معه مؤيداً وناصراً ومعيناً على كل خير اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من جهود في جمع كلمة المسلمين اللهم بارك في ولي أهده الأمير محمد بن سلمان اللهم شد به عضوده واجعله من أسباب وحدة الصف اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم أمورهم واكفهم شر من أراد بهم سوءاً اللهم أعدهم لبلادهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألِّف ذات بينهم وأصلح قلوبهم وتولَّ شأنهم وآمنهم في أوطانهم واجمع كلمتهم واحق اندماءهم وبارِك لهم في أرزاقهم واهدهم لأحسن الأطوال والأعمال والأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر